السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وقتكم بكل خير مرحبا بكم متابعين الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس لا تنسوا الاشتراك في القناة للتواصل بكل الأخبار والمستجدات المتعلقة بطقس بلادنا المغرب والآن نمر معكم إلى التفاصيل نستهل النشرة الجوية متابعين الكرام بتوقعات حالة الطقس لهذا اليوم وكذلك اليوم الغد الاثنين 15 أبريل لاحظة من المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء مستقرة طيلة يوم الغد في المغرب أجواء المستقرة طيلة يوم الاثنين بإذن الله تعالى وأجواء المستقرة كذلك يوم الثلاثة 16 أبريل لاحظة من المتوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء مستقرة إلى قليل تسحب ما تشير الارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على مستوى المناطق الوسطى للمغرب وكذلك الأقالي من الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد بالنسبة ليوم الأربعاء متابعنا الكرام فأجواء ستكون مستقرة بإذن الله تعالى مع تسجيل رفع في طفل في درجات الحرارة على مستوى الجنوب الشرقي والواجهة الشرقية للبلاد وأكد ذلك أقصى شمال غرب البلاد وأكد ذلك على مستوى الأقاليم الجنوبية للمغرب التي ستعرف درجات حرارة متفاوتة أما بالنسبة متابعنا الأعزاء ليوم الخميس 18 أبريل فالمتوقع إن شاء الله دائما تكون الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب ما تشكل بعض السحب المخافضة على مستوى مرتفعة 3 الكبير والمتوسط وستكون الأجواء إن شاء الله دائما مستقرة إلى قليلة السحب على مستوى باقي المناطق المغربية أما بالنسبة إن شاء الله اليوم السبت القادم إن الله تعالى يشترون أبريل فمن المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون أجواء مستقرة مع تشجيل نزول بعد الزخاط المطري على مستوى الصباحة يوم السبت على مستوى المناطق الشمالية للمغرب وكذلك المناطق الغربية كما يوضح لنا هذا النموذج حيث من المتوقع إن شاء الله كذلك نتعرف هذه المناطق أجواء المستقرة إلى قليلة السحب لمستوى باقي مناطق البلد هدف من خص متابين الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام نلتقي في النشرة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته